أعوذي بلوني حطاريين بسم الله الرحمن الرحيم ومد تحليل البيئي الغلاف الجوي هذه الوحدة الأولى ونواصل في مكونات الغلاف الجوي هنا الأتموسفير وهنا الملوثات الغازية يحتوي الغلاف الجوي على كثير من الجزيات والغازات الحامضية وهي تسبب الأمطار الحمضية عندما اتحد مع بخار الماء في الجو تتفاعل هذه الجزيات مع الماء وتصغط على الأرض وسأتحد مع الماء وتصغط على الأرض مساعدت ما يساعد تلوث البيئي الغازات الناتجة من البيوتات المحمية ومبيوت المحمية تسبب ما يسمى بالتدفئة الكونية Global warming وارتفاع درية حرارة الأرض لغاية السابقة علمية أن غازات الكلورو فلورو كاربون تؤدي إلى تدمير طبقة الأزون لعرفنا تركيبها أنه أكسجين سري هنا والكلورو فلورو كاربون هي مستخدمة في المبردات موجودة في المبردات التغيرات المناخية والحرائق تؤدي إلى تدمير الغلاف النباتي مؤدي بدوره إلى تغليل تمثيل الضوء اتفاع درجة الحرارة وأيضا هنا يعرف بظاهرة Global warming ارتفاع درية حرارة الأرض ارتفاع درجة الحرارة الأرض يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المناخ التي تؤدي إلى حدوث الفيضانات والعواصف مؤثر على بيئة الإنسان وكما لاحظنا قبل سنين قليلة ظاهرة سونامي ظاهرة سونامي وهي فيضانات كانت موجودة في آسيا وأثرت على الإنسان ودمرت أشياء كثيرة ملوثات قضية صناعية مثل الأكسيد الكربون أو الأكسيد الكربون ينتج عن احتراق غير كامل بالنسبة للوقود وساني أكسيد الكربون ينتج عن احتراق الوقود الكامل احتراق الوقود الكامل بالنسبة للساني أكسيد الكربون الهايدروكربونات هنا أيضا تنتج عن احتراق غير كامل أو تحلل لبعض المركبات العضوية أكاسيت النايتريين وهذه احتراق غير كامل الوقود المستخدم في المصانع ومحطات الكهرباء كذلك النايترجين اوكسايتس وكاسيد الكيبريت هو تحلل لبعض المركات التي تحتوي على الكيبريت سلفر اوكسايتس سلفر اوكسايتس خمسة هنا الامونيا والنشادر وبعض الصناعات التي تدخل في الاسمدة تكون هي مصدر بالنسبة الاموني الكلورين وزي ما قلنا الكلورو كاربون ايضا مصدر للكلورين الكادميوم يوجد في هذا ناتج عن صناعة العوازل الاجهزة الكاربية ونفاعلات النووية بالنسبة لأبخرة الكادميوم هذا مصدر ايضا ومصدر الزرنيخ بالنسبة لمبيدات الحشرية الزرنيخ الارسينيك وناتج عن المبيدات الحشرية مبيدات استخدام مبيدات الحشرية وكذلك الرصاص هنا من نسبة لاحتراق الوقود ايضا حرق الفحم والمبيدات الحشرية والوقود هنا لو لاحظنا ان السيارات فيها واحد وتسعين وخمس سعين بالنسبة لوقود السيارات فالخمسة وتسعين يوجد فيه رصاص اقل وواحد وتسعين يوجد فيه رصاص اكسل لرفع الرغم الاكتاني بالنسبة لوقود الثيارات الاوزون وايضا هذا ناتج عن اكساد الكيميا ضوئية لساني اكسيد النيتروجين او الاكسيد الكربون وغاز الميثان كل هذه عندما تتأكسد اكساد كيميا ضوئية تنتج الاوزون مثلا الميثان وعندنا الاكسجين وعندنا ثاني اكسيد النيتروجين واو الاكسيد الكربون كل هذه عندما تتأكسد كثرة كيميا ضوئية تؤدي الى ايش تؤدي الى الاوزون تكون الاوزون والاوزون وجوده في الجوال على قنة يحمل ارض من اشعة فوق البنسجية ولكن وجوده في الطبقة للسهلة مضر بصحة الانسان وملوسات اخرى وهذه الملوسات الاخرى عديدة لا يمكن حصرها ولكن مصدره هو تحل المواد المحتوية على الكبريت مثلا ومنها اهم شيء الكبريتيت الهايدروجين ومصدرها بعض الصناعات البترولية وصناعة الورق والمطاطب وان شاء الله سوف نناول كل هذه الهداشر نوع من انواع الملوسات بالتفصيل كل واحد في شريحة كاملة مصدره ومميزاته واثاره نلاحظ هنا مشاكل التي تسببها الملوسات الغازية من اهمها الامطار الحمضية الاسد رين اللي هو قلنا تتصاعد الغازات في الجو وتتحد مع ابخرة الماء مثلا ساني اكسيد النيترجين زايد بخار ماء وهذا يعطينا حمض النيتريك اسيد وينزل كامطار حمضية وهي ضارة بصحة الانسان وضارة ايضا بالنبات ونطوب الاوزون اللي هو الاوزون دابلشان نلاحظ هذه الوحصة من 1970 على القطب الجنوي بالنسبة للكرة الارضية وهذا ما لازم توضيحه ودراسته بالنسبة لهذه الملوسات اهميتها في حياتنا